الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعدان حفظه الله يقدم مسألة ما حكم الإفتاء حال الغضب حال الغضب الجواب يقال فيه ما يقال في القضاء حال الغضب فكما أن القاضي لا يجوز له أي قضي وهو غضبان كما قال صلى الله عليه وسلم لا يحكم الحاكم وهو أو قال لا يقضي القاضي وهو غضبان فكذلك أيضا المفتي عند تشوش عقله بأي شيء يشوش فكره سواء غضب شديد أو انزعاج من أمر وقع على عائلته أو كرب شديد أو رغب في النوم أو جوع شديد اشبع المفتي أول اشبع ثم نسأله ما تسأله وجايع أو أو ماذا أيضا أو خوف شديد لأن هذه الأشياء تغلق على الإنسان تفكيره وتشوش ذهنه وتغطي على عقله فربما لا يسمع سؤالك جيدا أو يسمعه ولا يستحضر الحجة لأن عقله مشغول بشيء آخر والمتقرر عند العلماء أن المشغول لا يشغل فالاستفتاء حال الغضب لا يجوز والإفتاء حال الغضب أيضا لا يجوز لا يجوز